انتو متاسمو في تسعين دقيقة مرحبا يكم ناس الكل شكرا على المتابع دي اخر تسعين دقيقة في الاسبوع هذي متتفاجعوش مزلنا وبعضنا مرحبا خليل اهلي بيك شو متغشش اليوم بيعنوان انتخابات بلدية ولا حفلة تنكرية انتخابات بلدية في علي انتخابات جيه هذي جزئية مش تعدد شاكيب اهلا وسهلا سهلا كومي فاي نعرفك متبرانشي مع الطالين لا يميت غشش اليوم مش نحكيه على الكورياري دال سيره اهلا تارك شفت 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 الابداع لي واحد يصبح يقرأ شروح صباح هو يكورياري ايه مش نخبة دولية ليه عاختصاصي طالية حاجق طارق انا نعرف اللي يتباحة يتباحة والدوب ما طاه بتفليل مع مصة اعتينا كيكس وغانتغنيت يقرأ يزرقوها لزا ماريو دراجيم انا سوفير ماريو بيه اه تارك اسباب فرحتك هي اسباب فرحتنا لكل اللي هو اللي هو انو الهدنة الهدنة اللي بديت الفرح مش للهدنة الفرح انو انا نعتبر المقاومة تقاتل جيدا وتفاوض جيدا الفرح الاحتفالية اللي موجودة بعدها نرجع للمقاومة ودورها وخاصة الوساطة اللي صارت في علاقة بالهدنة هذي احليم اهلا وسهلا احليم رفيق تتابع في الجلسة اليوم في المجلس نتابع في الجلسة العامة تحديدا المداخلة الحقيقة المهمة وهي دي ما مداخلة مهمة للمحافظ البنك المركزي مروين العباسي اللي يحكي على الوضع الاقتصادي لمؤشرات الاقتصادية بيش نرجع على اهم التصريحات اللي قالها في المداخلة متاع وخاصة تحديثه على تمويل البنك المركزي لتونس كذلك على المؤسسات الكبيرة خلود اليوم اللي كانت تتمور في الاقتصاد التونسي اللي هي اليوم قاعدة تتسلف بش تخلص اشهاري اي دارق البداية معك بيه اه يعني شنو بش نقول معناها بعد ايامات من الحاجة انتونس برشا قبيريكا ما العنوين نقر فيها ما نقرش الكوريري دي لسيرا في الصباح نقر نيويورك تايمز العنوان ليفت شيقول العنوان العنوان رئيسي في الواحدة من اهم الجرائد الدولية في العالم يقول اخيرا سيزفاير اخيرا وقفة الاقنار بعد الصراع بين حماس واسرائيل كيف ما تقول رعش العالم يعني مش حتى شوف عركة بينزوز دول اذرابيجان وارمينيا عركة مهمة بينزوز جوش نظامية في منطقة استراتيجية ما تحركش العالم كيف تحركوا معركة من نوع هذي اللي ما هيش بيزوز جوشوش من نظامية بين مقاومة عند حاضنة شعبية مقاومة غرفة مقاومة جبهة بين اطراف اسلامية حماس والجهاد الاسلامي الجبهة الشعبية ابو علي مصطفى اللي هو خلفيتها ماركسية اهمهم الوحيد هو اعادة توازن حقيقي توازن رعب حقيقي ومعانتها مسار جدي لمواجهة اسرائيل اللي انا نعتبره لم يسبق له مثيل بعد تلك الايام من اللي اتحدثوا عليها فينا المقاومة قاتلت جيدا وفاوضت جيدا وحقد اتفاق عبر الوسيط المصري لتوجه للتفاصيل من بعد مش مباشرة لانو المقاومة لا تتفاوض مباشرة مع اسرائيل علي هدنة انطلقت الساعة الثانية فجرا وتمت بشكل متزامن خاتر اسرائيل شنو كانت طالبة كانت اولا تحب تزيد معتمدة على الطرف الامريكي اللي موقف اي بيانات مجلس امن الدولي بش يزيدها يمات لهدفتها او شنو يحب يغتال رأس كبير خاصة الاسم ما تسمعوش به بارشا محمد الضيف محمد الضيف قائد اركان كل المقاومة بجميع هو من حماس من كتاب عزدين قسام لكن هو يشرف على غرفة المقاومة حاولت اكثر من مرة تغتال وحاولت المرة هذية وقعد يستنى نتانياهو على الاقل في حاجة كيف نكاي يخرج بها في اللخر لم يستطع لم يستطع ان يحقق اي شيء على الارض نتانياهو وفي اللخر كان طلب بتاعه الاخير ان المقاومة توقف قبل ومن بعد نحنا نضربه الضربة الاخيرة ونوقف قالت له لأ التزامن وقفت لقنا نحن نوقفه اذا كان تعمل اي حركة وهدوه البرع اخرج الناتق رسمي باسم القسام قال لهم عنا توا صواريخ جاهزة بيش تغطي كل فلسطين من الجنوب الى الشمال كان مت توقفوش من هنا المساعتين بيش سنضربوه كل وضوح يعني من موقع قوة ولهنين المفاوضات اهمية المفاوضات كي تجي من موقع قوة شوف الشي اللي صار انك نقول مقاومة قاتلة جيدا لانه اعتيت تجربة جديدة في الحرب هذية اللي نسميوها حرب العصابات او حروب الشعبية لانها حافظت علي حاضنة شعبية حقيقية وسعت في وسائلها وفي النخر شنو الهدف من الحرب الشعبية هو انك تحافظ على مكانك تضرب العدو تخليه في حالة تأهب غير قادر انو يمحيك من الخريطة وكل مرة تقدم خطوة اخرى المرة هذية الترسانة فيها 250 كم صواريخ ما نعرفوش شنو بش يجرى في الترسانة القادمة وكل مرة تربح اكثر وقت كل مرة تربح اكثر امكانيات وفي المقابل كيتفاوض من موقع قوة وهذا درس في علاقة من المفاوضات كيتفاوض من موقع قوة وقتها تفاوض بشكل طبيعي ولهنها طبعا جزء ملاحظة على الناس اللي قاعد مستغربة من الترف المصري الترف المصري والمخابلات المصرية تحديدا كان ديما هي تلعب دور الوساطة من قبل الثورة المصرية من وقت مبارك وقت عمر سليمان وقت رئيس المخابلات وحتى وقت السيسي في 2014 كي صارت المواجهة يعني الناس اللي استغرب تقول اخي مو حماس اخوين ليه حماس والمقاومة الفلسطينية عندها وضع خاص وهي لم تنخرت في الصراعات الديولوجية عكس اطراف اخرى واذاك عليش تلقاها علاقتها متنوعة والمهم بالنسبة لها هي تحقيق اهدافها في القضية الفلسطينية ومرة هذي حقت اهدافها اهدافها المرحلية خدر الاهداف الكبرى ما زالت ما تروحها على الطاول بالتأكيد يعني اللي يحكي فيه الطرق واضح جدا معاه زادة زيادة التأكيد انه اليوم اثبت ان القضية الفلسطينية ما تجيمش تخرج من العمق العربي وشفت قداش الناس حكيت على مصر على كامب ديفيد هذي وضعية قايمة حقيقية لكن الامتصار الديبلوماسي والامن اللي عملته مصر المرة هذي يؤكد بما لا يدعو مجال الشك وجودها يعني كحاظنة اساسية للمشروع القومي العربي وللأمة العربية مصر ديما ما فهماش ما فهماش مشروع قومي بدون القاهرة وهذا واضح كيم النكتة هذي نكتة هذي ولا بجد لا لا نكاجي اليوم انت نكاجي مصر السيسي حافظ المشروع قومي عربي مصر اذي مصر السيسي مصر مش مصر انا اريت انا احكيت على مصر واحكي على مصر السيسي اول فرق انا احكيت ونسبته قلت لك رأي كامب ديفيد كنتش نصورك ثامبر حد دي خليلي اخوي وضل وهو اثبت هو اسأل اجمعات حماس تقولولك ان الدور المصري هو اللي خلى الاتفاقية تصير تاع الهدنة دون ان تتورط حماس في الامضع اشكون اللي قام بالدور يعني الدور المصري الدور التونسي نفسه اللي مشاه في نفس الاتجاه واخدم وإلى غير ذلك اللي ادى ادى الى ان المقاومة تخرج من غير تعاهدات مؤينة ان المقاومة تخرج رابحة وترجع القضية الفلسطينية للطولة ترجع مسألة الاستيطان اللي هي اهم مسألة والتوسع الديمغرافي الصهيوني اللي هو كان اصل الاشكال ترجع القضية الفلسطينية خارج صفقة القرن وخارج الاتفاقات المهينة ترجعها خارج صفقة تطبيع العربي هذا مهم جداً لكن يزم بزادة ما ننساوش اللي راهي فلسطيني هي جزء من المنظومة العربية وراهي ما تتنفس تنفست بالمقاومة الوطنية اللبنانية تنفست بسوريا وتتنفس بمصر ويزم دور مصر ملزمش شاكيب هي مش نقطة هو فما نقطة السنة فما نقطة نقطة اللي قاعدين كما نقولوا يدر يدرعو لنا في الفرحة متع الهدنة هي دور حماس والصواريخ انتاحة اللي قالوا عبثية في بداية الالفينات واللي خذت إيلان كبير في الهذي الانتفاضة هذية يعطيك صح ودور النظام المصري شنو النقطة هل تنفي شكيب دور مصر في أنه توصل الاتفاق بهذه الطريقة اللي فلسطين يعتبروها انتصار اليوم للا خلو تشوف فيما صار معناه ما تجيبش تلوم على الغزاويين ولا على المقدسيين اذكم قدرتهم وطاقتهم ومعب الرفح ذيك الريئة اللي تنفسوا منها معناها المصارة معالأسف مصر الرسمية نحكي والسيسي والانقلابيين وتسلم الايادي عبارة شدين غزة من رقبتها من خلال التسكير هذا واقفال معبر الرفح بشكل ظالم وتعصفي قداش من مرة ضربة الانفاق اللي كانوا الحمسويين والمقاومة عموما في غزة كانت توصل عبارة امدادات للغذاء للدواء للسلاح اللي بش يصنع الصمود الفلسطيني قداش من مرة تم ضرب الموضوع ذاك اليوم مصر والبارح وولد البارح هي دولة وظيفية يتم استدعاءها كيصير توازن كان يحكي عليه طارق تعرعب وكذا وتولي كلفة باهضة اللي بش يدفعوها الصهاينة الامريكان يدخلوا بش يستدعاء المصريين كدولة وظيفية بش تقدم بتهتاء هذه لا اكثر ولا اقل كيبا قطر زادة دولة وظيفية بش تمولك الخراب السهيون اليوم في غزة وكذا بش يتم تمويلها بلاي مش عيب ويعيب الشوم كما يقولون المشرقين يعيب الشوم اليوم سمعني يا عاد او قل لك عاد او رأيك في استقبال العائلات متع حركة حماس من طرف مصر باش يبعدو مالغت يالك او رأيك في الممر الانساني والصحي اللي صار او رأيك في خلصيات مليون دولار المنح المصرية انا اذا بشتحكي او رأيك قضية اخرى قضية ام الامن الداخلي المصري تحبي نوثق لك الحملات اللي صارت على حماس انه فمن خلاف داخلي مصري مع الاخوان ونظام السيسي مع الاخوان اصار فيهم معناها الحمسويين وكذا وغيره هذه قضية اخرى قضية ترم الامن القوم المصري تعمل تحت الارض اكثر جيه كانت تحافظ على الامن القوم المصري هي حماس هذه دول وظيفية ويعيب الشوم انه مصر مصر جمال عبد الناصر اليوم مصر هذه تلعب دوله وسيط وسيط كان يفترض من اول قصف صهيوني رأي فتحت بالحد الادنى المعبر الاعتبارات انسانية دوا فتحتوا المعبر اليوم 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 الغزاويين الغزاويين يتوسلوا الامصارة في امدادات الغاز والكهرباء وغيره بش مستشفيات تبقى تشتغل هذا واحد سمحني هذا واحد اثنين بالنسبة المجلس الامن القوم بالنسبة المجلس الامن شفت الفرنسوين قدموا القرار اللي تم الاعتراض عنه باستعمال فيتو من طرف الامريكان كنت نتمنى انه يتم استعماله الحاجة ثلاثة ونسكر به على سريع انا سمعت فما حديث صار ومهم اني نقول فيه كلمة الكلفة كنت تحسب مش كان كلفة مباني وارواح وردوبات فما كلفة سياحية اقتصادية سياسية ويبدو ان الكلفة بالنسبة للصاينة كانت كلفة عالية هذك عليش قرروا ايقاف هالحرب هذيه اللي اسيمتريك من جانب واحد دقيقة امار الاسيمتريك تختلف ما تتحسبش بقداش انت عندك موته وجرحه وقداش عنده ممكانش هوش يمنه والمقاومة الفيتنامية والمقاومة الشعبية الجزائرية راهوا نسميه خسروا الحروب متاحهم ليه فلا حروب هذيه غير المتكافئة تختلف المعادلات نحب حاجة ببركة عن نظام المصري راهوا النظام العربي الرسمي الكل طاح طوال معادلة القائمة هي مقاومة شعبية عندها حد ادنى من الاسناد النظام المصري ضد اسرائيل مهوش ضد اسرائيل نظام المصري عنده علاقات ونظام المصري الداخليا هو صحيح نظام انقلابي لكن شفت العركة اللي عاملينها احنا طوال حماس ميش عملتها حماس علاقتها مع مصر لم تحددها علاقة النظام المصري مع الخوين هاليش نحنا نصبه فاصل يلا فاصل نرجو بعد الفاصل نرجو في تسعين دقيقة مرحب بيكم ليس الكل ما زلنا في فرحان متغشش طارق فرحان بالهدنة اللي صارت في فلسطين ولكن النقاش تحول في البلاتو الى نقاش حول الدور المصري وعلاقة السلطة المصرية بحمس اتفضل طارق انا منحب نكون حمسويين اكثر من حماس ملكيين اكثر من الملك فم اختلاف العلاقة بين حماس والنظام المصري مش فقط لانه حماس مفروض عليها وذيك ظروف صحيح نظام المصري جات فترة يسكر في الانفاق وكذا حل المعبر كان في جان فيلي فات صحيح موجود لكن حماس اجندتها زادة مختلفة على كل الحركات اللي تعيش في صراع بين انظمتها حماس مش حماس بارك حماس والجهاد فسائل المقاومة اجندتهم مختلفة وهم المعيار الرئيسي والبوصلة الرئيسية كيفاش يواجهوا اسرائيل اي حاجة اي حاجة يحصلوها بالنسبة لهم النظام المصري يتعاملوا معاه كطرف يعاونهم في المفاوضات يعاونهم مدخل للمفاوضات وفي النهاية الطرف المصري من مصلحته لأسباب جيو استراتيجية ما تتعلقش بوضع السيسي ان هو يلعب الدورة ذيك هو يستمد جزء من شرعيته من غاديكة اكبر اخطاء تحليل وضع فلسطين اعتبار حماس مجرد فرع من الاخوان الوضعية على ما يبدو ترسخت من الداخل في فلسطين في علاقة بحماس ولكن مش كان شيكيب راو برشا اراء في العالم العربي اليوم تراه انه لا يمكن للسيسي انه يعتبر هو اللي اعمل على هاته حماس بيدها يا شيكيب نهارين التالي تشكر السيسي اللي تبرعه بخمسمائة مليون دولار لصالح غزة لإعادة الاعمار تشكر فيه تتعامل معه انتي اش قلقك انا حب نفهم امان فما والله بالرسل امان فما الضرورة وفما الامر الواقع وفما غيال بوليتيك وفما المصانعة السياسية اليوم تجامش اليوم حماس بمثل المجاملات هذي اكيد تحب تحيد الجانب المصري السيساوي وعندها مليون حق نفهم ما تجمش اليوم تفتح جبه تارك 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 لا دخل كمان اعانت هذيك هذي المصريين اللي هم صابين دمم في القضية الفلسطينية لا يا خليلاني راجعت لك لا مش معقول لا مش معقول ما تخلوش تلم المصري عندهم تاريخ اللي هم صابين دمم من ثمانية واربعين ما هيش مسألة سيسي مسألة المصريين هم موجدين في قلب القضية الفلسطينية أنا نحكي على الأنظمة هذية اللي حبت تصفي حاجة اسم القضية الفلسطينية السيسي تكسب منها شفتوا اللي قالوا طارق مهم ادي ليش نوة أنا نلعب دور وظيفي كامريكان نعاونكم فيه سمع فيه فتح هل المفاوضات وفيه لحد ما عصران الفلسطينيين من أجل قبول كذا مقابل نبقى أنا في الكرسي متاعي مقابل ما تحكيش على الأجندة والانتهاكات الحقوقية في مصر تتكسب من قضية الفلسطينية السيسي راب البعض يقول أنه هذي هي اللي كان يحكي عليه توا خليل ينتظر 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 تحكي على كأنه ترهديل معناه المرة هذي مرة هذي كان مطلوب دور مصر يعني لو كان جاءت الحرب مفتوحة وطويلة يكون مطلوب دور حزب الله ودور المقاومة اللبنانية المرة هذي المقاومة الفلسطينية نفسها تعرف أن الجمعة اللي تزيدها فيها مشكلة يعني حجم الخسائر كبير ألوهر أنا مش نسجل النقاطي السياسية أنا مش نستغل التمرد الثمانية وربعين أراضي ثمانية وربعين اللي هو أهم حاجة القضية الفلسطينية ماش حماس فقط قضية الفلسطينية هيك الشباب اللي طلع في أراضي ثمانية واربعين بيش يوقف التوسع الديمغرافية السرينية هذا هو الأساس وحماس دخلتها حاشتنا اليوم هل هي لحظة جملة ونكمل إش كان حاشتنا؟ كان حاشتنا بدولة كيما مسألة عندها علاقات كبيرة في المنتظم الأممي تنجم توقف المزلة وفي الآن نفسه متحرش المقاومة وهذي منتصر فيها مثل يا خليل قاعد تنسبلها في حاجات وفي انتصارات هي معنا خارج منها أنا أقولك حاجة لمصارة اليوم والثقال اللي كنت تحكي عليه وتواريخها وذكرتها اليوم كان تستنى شيخ جراح وحي الشيخ جراح والسواريخ معناه حماس بش يتحرك ضد الاستيطان وضد انتهاكات المقدسات وين من هذا كل القبل لا كانت منشغلة بأنه قارشنا وريقها والمدينة الجديدة وأنه بقاء السيسي إلى أبد الأبيدين في حكم مصر وانتهاج كرامة المصريين موش بش يقتنع موش بضرورة يقتنع روايس بتاريخية شاء الله ما تكونوش حمسويين كتر من حماس يلا بش نحكيه بش نحكيه معك على موضوع اللي التوينسة عاشوه وتذكروه وفهموه نوعا ما في رمضان من خلال مسلسل مسلسل الحرقة موضوع الهجرة الغير نظامية موضوع الهجرة الغير نظامية بش نحكيه على المسلسل ولكن بش نحكيه على الاتفاقات التونسية الأوروبية لمجبهة الظاهرة وأيضا على محاربة شبكات الاتجار بالبشر اللي جي من جراء الهجرة الغير نظامية تفضل شكيه شوف للأخلود أنا بكري أنا وحلام صار حديث على أنه شنو نجم يكون عنوان هل الغضبة هذي ولا الدرفيزة هذي قلت له يمكن حطه الحرقة والنيو ديل لأنه في الطاعات مع الحرقة يلزمنا مفاهمات تعاقدات جديدة مبنية على وضوح خليه يقول لك شنو طرف الإيطالي الأوروبي شنو طالح هذا خرجته الكورياري دالا سيرا خرجت بالضبط هاشو مطلوب إيطاليا وأوروبيا أنه الأوروبيين معطلين وكيقول الأوروبيين تحديدا خاصا بدعم فرنسي وأوروبي أنه مستعدين لدعم مالي للميزانية الدولة التونسية خاصة أنه تعيش أزمة سيولة واحد ثنين قالت أنه بشكون ثمة بناء قدرات تقنية خاصة في موضوع التعامل مع الهجرة هذا طرحته طرحته إيطاليا وش طالبة إيطاليا في المقابل خلود طالبة دعم مالي قنة وفم بناء قدرات في موضوع الهجرة طالبة أنه تونس توقف ساعة الهجرة اللي تخرج من السواحلة يجب موقف جدي وحازم في الموضوع هذي هذا واحد واثنين تسرع ولا تماطل في موضوع عودة الحراقة من تونسا لإيطاليا تقريبا هذا طالب وطالبة عليش هذا لأنه واحد تنتظر توقعات كبيرة أنه الصيف هذي بشكون صيف الحرقة بامتياز وعداد كبير اللي صار بين المغرب وإسبانيا اللي هو مهين للمغرب السمت المغرب ولماجد مارك بتاع المغرب تبعا ثمانية لاف واحد بما فيهم معنى ببيات معنى ناس تمشي حتى سباحة تن بش توصل معناها لإسبانيا عليش لأنه فما خلفيت أنه البوليزاريو إسبانيا استقبت أن سرتها غالي هذي في إسبانيا فكرة حاجة مؤسفة وحزينة اللي مقلقني شنوه نحن شنحبه أمان في التعاطي مع الحرق شنوه الطلبين بالضبط شنوه العرض شنوه التعاقدات متاعنا كنشوف استقبال قيس عيد وحده واستقبال هشام المشيشي وحده ومراش فما التنسيق وفما كلمة واحدة في موضوع التعاطية مع الحرقة مؤسف في موضوع منع الحرقة أنا قرره موضوع مبدئي تونس يزيما تقف مش ناس ما تحرقش توانس بسبب بسيط لأنه خافوا على توانس وعلى سلامتهم وعلى حياتهم وعلى كذا هذا ما نستناوش الأوروبوين مش عطيون الدروس في الموضوع ذاك ولكن اليوم تونس اشتحب شنوه التعاقدات اللي زي ما تسير كان يفترض هذا يحظى بقبول على أقل بين رأسي السلطة التنفيذية سيقاي سعيد وشام المشيشي ويحظى بقبول وطني وإجماع وطني علش لا وانفاجك لو قد لك هه فما مسودات متاع نيو ديل وتعاقدات جديدة في موضوع الحرقة من وين في قجرات وزارة الشؤون الاجتماعي فما الديل الواضح اللي يتقل عليه برشا مرات طارق هو أنه إيطاليا تلتزم بدعم تونس عبر دفع نساق الاستثمار توفير مواطن الشغل في المناطق الداخلية قصد الحد من ظاهرة الهجرة عملوا أكثر منها كعملوا خارطة لأكثر المناطق اللي يخرجوا منها الشباب بش يحرقوا وقالوا المناطق ذي بش ندعموا الدولة بش تخليهم يقعدوا معناها هو راو مش ديل هو أكثر منه التزام واضح من الدولة التونسية بأنها بش تيقف للظاهرة هذية وفما أكثر منها كوحكينا عليهم هو أنه إرجاع الحراقة لتونس تلتزم بإرجاع الحراقة متاحة وأنه يرتقع المراقبة على الفضائيات البحرية الحدودية الحقيقة معناها وصلوا لدرجرة وبش تنجم تمسى سيادة قبل كانت فامة مقاربة واضحة ومعروفة أنه ندعموا لكم قدراتكم الأمنية بش توقفوا الحرقة من غديك اللي هي أني أنا نتحول بوليس حارس حدود وهذه مقاربة غالطة ورفضها الجنب التونسي للأمانة على الأقل بشكل رسمي ما نحكيه وش فما شكون ربما كان يحب يقبلها بالناحية الداخلية لكن على الأقل وتحت ضغط حتى المجتمع المدني وضغط حتى أطراف أوروبية مدنية هذه المقاربة غالطة المقاربة الأصح وداخل الاتحاد الأوروبي من مدة فما نقاش عليها أنه فما طبعا أسباب اجتماعية عميقة للحرق ومش فقط في تونس زادة في الأفريكس بسهريين يعني يجيونا من غديكة نفس المشكل لذلك لهنا يتوى ما يلزمش يتحول الموضوع هذا بطر كونتر كان يتعمل بطب الفيت يتحول إلى رشوة بمعنى أنا أعطيني شوية فلوس نتصرف فيها كما نحب ونخلص بها الزيادات متع القضاة والزيادات متع كذا ليه؟ وأنا طبعا نتصرف من بعد في الحرق ليه ليه؟ الفلوس يلزم من جانب التونسي فعلا يكون فما الشاركة زادة مش كان معي طاليا مع الاتحاد الأوروبي وذلك عليش كان مهم أنه تكون في الزيارة هذية المفاوضة للشؤون الداخلية مثل الاتحاد الأوروبي مش فقط وزيرة الداخلية الإيطالية نحب نختم بحاجة بركة تعرفوا اللي في فرنسا المرة اللي فاتت كيمشيل من الشيشي تعهد بأشياء في حالقة خاصة بإرجاع المهاجرين غير الشرعيين في اللي شارتير على بعضه في الوقت اللي قايسة سعيد في زيارة قبله ارفض الشي هذية وقعد الجانب الفرنسي مبعد في حيرة حتى في تواصلهم مع الأوساط التونسية قالوا لتاهم شون هو الحكاة؟ قالهم الموقف هو حدم قبول القرار هذيك ما تحط ليش الناس وتبعثهم لي في دي شارتير دونك مهم التنسيق في الموضوع هذية هذي موضوع أمن قومي ومرة أخرى ما يزمش الموضوع يكون رشو سكيا سيغ خليل رام قاعدين يرجعوا من يتاليا في دي شاختيغ يخلطوا في الفيذة ويخدروا فيهم بش يخلطوا روه؟ المهم أساسا هو الديبلوماسي ذي كونت نجم توصل في التنسيق هذا خطرتوا هذي كلام عادي يراه انتع أين ندفعوا عجلة الاستثمار وانتو مع السنة على الحدود متاعنا هذا عادي المقود توا بلدان فقيرة قاعدت تصدر في أزماتها للبلدان الغنية وقت نجيونا تتفقوا هنا نخرجوا من المفهوم الرشوة للمقايضات الكبرى أنا تونس اليوم يعني قاعد نتحمل في وزر كبير لمنع الهجرة السرية مش من عندي فقط من الدول الأفريقية نجم سقف انتظاراتي يطلع نجم نتوجه المجموعة الأوروبية الكل ويكون حجم الدعم أقوى مما ممكن نتصوروه يعني مثلا مايش بسيطة في الوضع هذي في الوضع هذي يزم الشفافية ويزم الدماء ويزم ويزم يلزم نحنا بالضبط عنا عرض واضح ويلقى الإجماع كيجيك ديك أوروبا اليوم تقول لك أنا عطيتك برشة فلوس فين استثمرتها لغتوغ الفيدباك ما عنداش أوروبا في الشي اللي اخدناها من عندك يلزم على نحنا ساعة يلزم على نحنا وليك المهز له عرض واضح كيجيك سفيل الاتحاد الأوروبي يقول رفهم عائلات ماسكة في كل شي ورواء المشك هذي يزم أوديت واضح وعرض واضح نمشيو بيه الورباوين كينكم ما كمشو مصادقين اللي انتم متفقين طارقوا شاكيب على المقدس سبحان الله لاني اهو مش الاختلاف الاختلاف يزم نحنا نحنا ساعة لرواحنا مش الخطر الأوروبيين نحنا يزم نعملوا أوديت لرواحنا يجبدة على يجبدة على الحوار متاع بيرجاميني في الصيف 2019 على العائلات هو طارحه من زاوية مصلحة أوروبية بشي حل موضوع الواحد المفاوضات الاتحاد الورباوبيين خطرحنا العرض امتانا غير مكتمل عرضنا نحنا معنين مش على خطر الأوروبيين يلا خليل الك الملك العلوان متغشش هاي متغشش وأنت متسم فيما قلت يعني اطرحت السؤال متسم بطبيعة خطر ساعة ساعة زادة كثرة الهم يضحك رف واختنقول انتخابات بلدية ولا حفلة تناكورية تظهر كأني معنى كاني نكتك مقول شاكيبة مش نكتة يا حقيقة اليوم يعني ثم انتخابات في خمسة جوان في دايرة ساقيت الدير دايرة كبرى بسفاقس يعني بلدية كاملة اسمها بلدية ساقيت الدير بدأت توا السباق نحو قصر البلدية وخرجت لنا قايمة في الحقيقة علول ما صدقت الشوفتها متداولة في مواقع تواصل الشماء بدي تنثبت 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 كذا صفحة انصار ائتلاف الكرامة نلقى ائتلاف الكرامة ونقبت قائمة انتخابية يتم تميمها يبقى عنا ذرر على سبيل رئيس القائمة الذي يحكي عليه تكفيري وكالدعوة للجهاد في سوريا هذا كل سنتم نبيم وتعيش نمام نلقى زوز تصوير نلقى تصويرها كأهلا و تصويرها بذر زوز نساب بالنقاب دي فيجوري الملامح مثلا ملامح تشوف معناها خدمها سيستام سيساس يعني كحلة وبيضة بش يجبدون ناخيبين هاوك عندك اهو مجاو الستار لابسين بلون انوار يعني انا تنشوفها عمليا كي باش ننتخب نخزر لتصوير البيضة باش ننتخب انسان مذكر مؤنث اخليقة صنيعة ملحفة ملحفة باش لسم مكتوبين ها في الاسم اما الاسم مش كون نعرفها لي انا انا اخد الحي في البلدية كي يدخلي هذا نجمشي تفرق بين هذي وبين ابو القاعقاع والسسخة كي تدخل البلدية نجمشي واحد يدخل معني هذي ساعة انسان ديفيقوري معهوش ايدانتيفي موجود في قايمة انتخابية بيقول لك القايمة لازمنا نفكروا زي كيفاش اليزيق قبلتها اليزيق نجم تقبلها تعاف عليش يعني مش مسكولة اللي يخرج في بتاقة التعريف اليزيق تقبل بتاقة التعريف نجم تقبلها جيك سيفيل يتقبل لك القايمة وبعد تالي يخرج لك التصويرها بالنقاب معنتها ما ايش مشكلة اما اي لزيش نجم تعمل تولي هنان هنان جيوا الجانب القانوني عندنا مشهور حكومي صادر في 2019 موثق في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقول لك منع ارتداء النقاب في كل الفضاء العام والمؤسسات التابعة للدولة من ادارات ومؤسسات تربوية وهياكل تشمل البلديات باعتبارها من الجماعات العمومية المحلية اليوم انت لزي تنجم قايمة كما هكا فيها على اقل تطاول على القانون توسي ما نقولوش تطاول على الفكر وعلى التحديث يا ده تجاوزنا وسكتنا وكاو فيها تطاول تنجم توقف القايمة هذه ولا ما تنجمش توقفها ثاليثا اه مازل ثاليثا وتأكيدا بالطبع قرنا الجانب العملي تعدي في قيراسيان قرنا الجانب القانوني باش نقرأ الجانب السياسي اليوم ببارشة ناس موحرجة من الموضوع هذان هذوما جزء من حزام حكومي معناها نجم الكواتر والعزيز الغالي يهزو سيل مشيشي معه لصندوق النقد الدولي باش يفوض بي باش يجيب النقوروذ التونس شوك المشهد العزيز الغالي هذوما أصحاب الحزب اللي يحكم في تونس هذوما أصحاب انتي ميسر مع حزب قلب تونس هذوما يقعدوا فرطة ولهما تحية تونس والإصلاح باش يسيروا سياسية الحكومية تونس هذوما هذوما هما غلطتنا الكبرى لا هذوما المشهد الفلسفي المزيف للحرية اللي عملناها يعني أطلقنا أعداء الحريات في الأرض باسم الحرية شكونا أطلقنا، شكونا فا tempi 혼자 دخلنا الناس هذي التكفير اييييه اللي قال رئيس قايبنء احبش نعودوeremi يطاريهم ناس بتاكفير عيني عينك بالصدفة هما نفسهم الي يهدكوا في الأعراض بالصدفة هما نفسهم الي يسرقوا في الفيديوهات، ب María law whối بالصدفة هما الهما يجيبون شبح مع ش 캐�حة مهوش إذنتี فيه يعني نفهموا هدها سياسة ولا ل protagonist في تونس. نرجع لنقطة الاولى يا خليل. اه قانونيا شاكي بحسب رأيك هل يمكن انه قائمة الانتخابة بلدية تكون فيها اه تصورهاك? لا تو اذا ثم نحكيه وتو على منشور السماه مزاكي سماه خليلي. يفترض هذا مجال الفضاء عام. ما ثماش حد معناه يسمح لانه انه يتنقب. انا للصراحة انا راني من قبل قلتها. انا مع حق ولا واجب كشف الوجه. بصراحة. انا هذي واحد بشي غطي وجه. انا ما نفهماش. تقول لي حرية شخصية. انا حتى بالخلفية الدينية طوال لي يتمسكوا به. انا تقريبا تقريبا ثم اجماع في انه عمره ما تشريعنا ولا دينا فرض حاجة اسمها امرأة تغطي الوجه بتاع في موسم الحج وما اندراك. فما حديث صريح اصلا معناه. انه المرأة لا تتنقب. انا للصراح كنت نتمنى من اقتلاف الكرام بدلا انه يختار الناس دوما يحطهم في انتخابات بلدية. انه يمشي لما فيها بس. يقنحهم انه الدين مهوش معاه انه امرأة تتنقب. ففرصة في التحديث في المراجعات. الحديث معنا السادهم. اما ثماش على اجتم استدعان السادهمة. وحطانه في مجلس بلدي. ونتخيل في نتخيل في السيناريو اللي انت قلت والمشهد اذي ساير في اتار الحديث على الانتخابات البلدية. اما مش تأخير ترتيب. وكيفاش هما بشيكونوا. كيفاش نجموا نعملوا لدائرة الانتخابية هم يتصرفوا فيها. مش راوا بالقانون. مش برمش باش هابتوا تصور كل. ينجموا هابتوا قائمة اسمية. اما هما تعمدوا حطوهم بالعاني. اه مع انتهم خرجين موقف اديولوجي للتوانسة هدوما احنا نتبنيهم وهدوما معنا. وهدوما نوع من التحدي ايه. فمنوع من التحدي له. هو هو واضح المساج بوليتيك متاع نحن اه حتى خاطر كينا نشوفوا القائمة الكل نلقاو بين ظفرين اللي ما معانتها كي ما نقولوا بالمعنى بالمعنى الديني سافيرات ولا اللي لابسة ولا مش لابسة ولا تترى. رانا عنا المزيك متاع المجتمع التونسي هدو المساجتها حتى المتنقب لكن واضح هي الهناي تعكشنا سعر القاعدة الانتخابية متاع اه اه التلاف الكرام. انا اه بخلاف النقاط اللي اشرتوها. فما الجانب السياسي الراه مهم. هذي بش تكون اول مرة بش تصير فيها بشكل واضح معانتها بعد الانتخابات. الحزب هذي اللي تشك الحزب تقتلي في الكرامة. ما عادش فقط قائمة مستقلة. اه بش يخوذ معركة في واحدة من معاقل حركة النهضة. في في تونس. اه مش فقط في سفيقس اللي هي سقيت الداير. اه. وبش نشوفوا الان فعلا حاجة انتريسوا من ناحية سياسية او اختاني الجوانب اللوخين غطيتوها. اما نحب نشوف الجانب هذي. كيفيش بش يكون فما فعلا مواجهة. وش حكاية القاعدة الانتخابية واقتصان القاعدة الانتخابية بناتها. خنشوفوها. خستن. خستن جستما هو تأكيد على المتنقبات هو انفتاح بالذفرين متاع الحزب الجديد اتنا في الكرامة. على قاعدة ربما النهضة خذت منها ديستانس. اللي هي القاعدة السلفية او ربما كانت في فترة ما سلفية جهادية. بش نشوفوا الهنا تأثير تأثير العملي. الوضع الاقتصادي والمالي في تونس. مروين العباسي قبيلة شوية ووصفوا بالاصعب منذ سنة الف وتسعمية واثنين وستين. لوزا بينج مع حلم العبدالي. بالفعل مداخلة مطولة وثارية لمحافظة البنك المركزي مروين العباسي اللي حكي على برشة جوانب رجع للازمة الاقتصادية الكبيرة اللي تعيشها تونس. كيف كيف رجع الازمة الكبيرة اللي تعيشها كبرى المؤسسات سواء كانت الخاصة او العامة مروين العباسي يزادى حكي على تمويل البنك المركزي للميزانية. العباسي يقول انه فيما مؤسسات كبيرة كانت تتمول في الدولة قبل اليوم قاعدة تطلب في القروض باش تخلص الشهاري. وقال العباسي يزادى انه البنك المركزي هو ملك لكل التوينسة وما هوش ملك للناس اللي تخدم فيه. اليوم هالمؤسسات هذه تنجم تكون خاصة وتنجم تكون عددهم ال moleetsing. وعليش على خلال المؤسسات اليوم اللي الممبن لديه وقت من الوقات، هي التي تعطي للدخار للبنك للبنك– للـ البلد. هي ahley.g Pressmig هي 그래 let up. Occup. هذينالكل الीوم الليين جاينا عال السوق ويطلبوا معناها فالكريديات مستدرية 대해서 As straighten its new, to this is an assume.прق Billie ce في عاملنا نحن مونيتر كانت بصور نقاش كبير وصور نقاش كبير وتعدى على المجلس البنك المركزي التونسي رأى بنك توانسا ليس بنكنا احنا نحن نحكم فيها نحن مسؤوليات ونقش فيها مع بعضنا وقفت ذلك وصلت هنا ورقيت النقاش كان نقاش تاري ونقاش رائع مع الأخوة في الكميشيان على خطر كان نقاش معناها كان نقاش بالناء شنو لي قلنا احنا قلنا zadبا للبل على استقلالية البنك المركزي بالنسبة لتوكل كبير وقت اللي عمنا عمنا يقول محافظة البنك المركزي اعرف قدش من مرة انه هو يرفض لتمويل متاع الميزانية كيف كيف وصل في فترة ما حتى طالب بتفويض من مجلس النواب مروين العباسي اليوم يقول انه ما فما حتى بديل قدم تونس الا التوجه الى صندوق النقد الدولي وقال في دعواته كما سمعنا على الاحتماد على البنك المركزي وعدم الاقتراض ان العملية هذه بش تأدي الى نسب تضخم كبيرة بتأثيرات كارثية على المواطن العباسي بيّن انه اذا لم تدخل تونس في اقرب وقت في برنامج مع صندوق النقد الدولي فانها ستفقد حتى امكانية النقاش مع دول مثل الولايات المتحدة واليابانين اكدوا ان الدول هذو مزوز تقريبا من اكبر المليحين التونس خاصة اليابان على عكس ما برش عبيد في بالهم ان اليابان من اكبر الداعمين والممولين التونس الوضعية الاقتصادية هي الاصعب ومفماش تخمام في هدنة اقتصادية في البلاد يقول مرويلا عباسي الهدنة اللي من شأنها واني ربما تنقذ نوعا ما الوضع الاقتصادي تونس ما فيهاش بترول ووقت اللي من صدروش ومن انتجوش لنا ما نكلوش والدية الوضعية الاقتصادية اليوم متنجمش تكون اصعب معناها من هالفترة اللي احنا عايشين فيها في نفس الوقت احنا عايشين في هالفترة الصعيبة الاقتصادية وفي نفس الوقت المشاكل الاقتصادية مناش قاعدين نواجهوا فيها لماذا قاعدين نراجعوا ونخموا مبعضنا كيف نراجعوا معناها تصير هدنة معناها اقتصادية في البلاد باش الناس تحاول ترجع وتقف معناها على ساقيها من وجدي كما تعرفوا اليوم القطاع السياحي نقصب أكثر من 70% وهذا قطاع هام بالنسبة للتونسي نحن اقتصاد مفتوح نحن اقتصاد مفتوح والناس المتعرش اللي هو اقتصادنا مفتوح هذه أشكال كبيرة ما معناها؟ معناها اليوم قتل يحن ما ننجوش ومنصدروش نحن لا نفط في البلاد ومنصدروش ومننجوش نجمو ولا ناكلوش هذا هو الناس يجب أن تفهموا رأوا هدو محركات الاقتصاد كين فتحنا في 2011 ونجيبه في السلعة من الصين ومن تركيا والديفيسيد كوميرسيو كبر والديفيسيد كوران بتاعنا دفيسيد كوران أول مرة دخلت المجلس في البلاسة هذه قد قد قلت أكبر اختر في البلاد هو الديفيسيد كوران وقتها كان في 8% وصل للعشرة في 2018 مع المرحوم سالي العيالي وانا في 2018 كمل بـ 11.2% عمورها ما صارت في تونس 11.2% احنا كنا في وزارة التجارة كان وقت اللي يخلط 3-4% الناس معاش ترقد وقت اللي كنا في الازاني 2-1000 والازاني 4-20 3-4% قال الناس معاش ترقد في وزارة التجارة فتح البلاد أمام خيارات اقتصادية أذرت بالاقتصاد التونسي سمعنا الانفتاح المضر على بعض الأسواق تحديدا السوق التركية وسوق الصين العباسي قال أنه تونس مقبلة على ترقيم جديد من ويكالة فيتش والشهران المقبلين حاسمين لتونس قال أنه إذا تونس لم تقم خلال الشهرين المقبلين بما يجب لإعادة الثيقة في الاقتصاد والمؤسسات التونسية فأن الوكالة هذه ويكالة فيتش تقوم بتنزيل ترقيم تونس في أواخر شهر جوان المقبل إلى مستوى السيء والذي يعتبر ترقيما خطيرا جدا على الاقتصاد التونسي طوال المشكلة في أنه مروين العباسي لكلم اللي يقول فيه فما شبه إجماع أنه معقول تارق كلم هذا هو طبعا فما حاجات كثيرة قالها مع أنت ما فيهش كلام بما فيها أنه طوى عديد الدول مش كل الدول لكلب دو باري صحيح اليابان أما حتى قطرة على أساس أنها صديق ومشايلها رئيس البرلمان في زيارة خاصة المدة الأخرة أما راي حتى قطرة هي ملتزمة ما تخرج حتى فرنك بدون لوتر الطرف الأمريكي مستحيل يعطيك ضمان إلا ما لفي مي تقرر فين ياه وخلينا نقوله طوى الخاتر هو ما حكيش طوى كا سمعتنا المداخرة مش بدش على الزيارة الأخيرة مش بدش على الزيارة الأخيرة عن اشي كونفيرونس دو بريس قالتنا اش صار فيها بكل شفافية طلع في أحد اللي ضعت خاصة مقال حتى رقم مقال حتى دي تاي سيلكوالي ما عنيش لكن خلقوا للكم أنا تاوي شنو سار راهوا الكلمة اللي تقال في الكواليس أطراف الدولية وخاصة الأمريكان كلمة وشفل ثنكينج اللي يجايبين هنا هو إعلان نواية وتمنيات تفكير تاعتمنيات ما فماش دي دي تاي ما فماش دي دي تاي مرقمة وبرجدو الزمني واللي تقال بره عملي توافق سيع أولا على مجموعة من الإجراءات المحدة لكن ش عمل سيلكوالي دوب ما جاء حل عركة مع أكتر طرف يلزم يعمل مع حتى وفقات اللي هو الاتحاد عم تسيري الشغل طال راولي عملته هون يضرب سياسي وفي الأخر ها وجميعة القبضات شو وصلوا حتىش لترونت باي لضرب متاحهم ونحنا ماشيين هل هذة هل هذي منهجية متاع حكومة معانتها قاعدة تمشي في اتجاه اتفاق مع صدق النقد الدولي هذو ما موش إجراءات بتاع يعني المشيشي عامل ديليجاسيون سيلكوالي لكوالي يعمل اللي يحب وهو ما الزوز خارج الموضوع انا خنجيل الأهم تاو الكلام يقول فيه بالنسبة لي مروان العباسي مع الحكومة هذية مؤدهراه من رجبوش نعملو مع الحكومة هذي وبالنسبة لي سيكرير الحكومة هذي يلزم تمشي يلزمنا في أقرب وقت تفاهمات سياسية على الحكومة لا 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 انا اختاني منه العباسي انجموش نعملو اتفاقية مع صدوق نقد الدوري هل هذي حكومة نجم تعمل اتفاقية مع صدوق نقد الدوري دي هي الحزامها ما في بالوش بالاتفاهم قاعدتوا معا ناس اساسية في الحزام قالوا لي ولا لا في بالنا قالوا قالوا حتى في وسائل علام الاتحاد والعركة كلمنا خبراء قالونا هذية متجيش نرجعوا بعد الفاصل في الأثناء مروان العباسي يندد بخروج خبراء بينهم الجانب في وسائل علام منبئين بإفليس تونس قرأوا موش هكا بش نجيوزوا المشكلة وهذا سيدفع لانخفاض الاستثمارات في تونس قالوا منخ الاعبال لا يستحمل هذا المنخ سيس يزيد هاي فاصلوا رجعين هاي فاصل شكرا على المتابع المواصلين الحديث على تصريحات مروان العباسي تفضل شاكيب أنا فهم حاجة أقولها الرجل هذا رجل مفتاح في البلاد مهم برشة سيماروين وأهمية السيد هدايا في أنه من مختصين في موضوع المكرو معناها مهمين جماعت لي مكرو هذو ما اللي يخزر للصورة والرسمة معناها بالكبير مش شكل تفصيلي ولا هاكا اختصاص دو بواند كما يقولوا في موضوع كما كان يوسف شاد في الفلاحة البيولوجية ولا منعرشنا ولا اللي هو هذا على الأقل عنده الرؤية شام في العالم في أكثر من بلاد كيتعيش أزمة كبيرة ينادو كرئيس حكومة المحافظ بنك المركزي هذا مريود رجيل يوم في طاليا كان محافظ بنك المركزي طاليا وبعد محافظ بنك المركزي الأوروباوي هذا واحد ثنين ثلاثة مع الأسف نحنا نعيش وهذا قالوا في تشخيصه منلخر منلخروا بالتونسي وكانوا نعيش وفاكماد أنفق ما في الجاي بيأتي ما في الغيب عرفتها كله ولا حين اليوم مقتني غدوة ولا أكلة فموتها معنا وحب يفسر أنه فهم أصلاحات فهم استراتيجيات الحاجة الرابعة أنه الرجل هذا بالذات هو مسؤول لولاني في البلاد على موضوع الترقيم السيادي التونس اليوم رأى وفهم الناس مش فاهمة حاجة روتنجي بتعمل تصريح كيما أذكر خليل وقت قلت كيخرج سي هشام مشيشي قول لأسمع رأى ما نش بسكرين البلاد ما رشوا تدعيات الاقتصادية فما نصرها بيش تشري اليوم أنت كريس جمهورية كتقول رأى الاستثمار بي وعليه والمناخات معيبة وفازهم رأى هذا أثر على ترقيمنا غدوك أنت ما تجتمعش اليوم مع رئيس حكومة ولا مع رئيس بلامان وما يصيرش مجلس أمن القوم رأى أثر هذي على ترقيمنا ترش معنا أثر على ترقيمنا كلفة الاقتراض تولي أعلى وأبهض وكبيرة تدخل على الخط حاجة اسمها السنديق الانتهازية في البلاد حاجة أخيرة نعطيكم معطا يبدو أنه اليوم هشام المشيشي يبدو أنه شدي لحد ما علي الكعلي من وذنيه واظغط عليه شوية لأنه ذا مدلل هشام المشيشي أنه صارت حكايات البارح وشلقاءات في أنه بش سير ستة لجان والستة لجان هذي في ستة مواضيع وستة شانتيات بش تجمع الحزام الحاكم المساند الهشام المشيشي انطلقت البارح ويبدو أنه اتباعا بش سير معناه اجتماعات مع كل الحزام في ستة شانتيات بش يحاولوا ينادوا ويفتحوا مع المنظمات الوطنية على أساس أنه بش يكون عندها كلمة حاسمة وقالوا أنه سيعلي الكعلي اعترف وقرر باخطائه في موضوع التعتيم وخبي ودس وأنه لاتجاه نحو شفافية ووضوح وصدقية في التعامل مع الحزام المساند لي في التعامل على المنظمات ان شاء الله يصح الحديث هذا مش منيش بش نعود الكلام مش ركز على ذاكس مهمين في كلام محافظة بنك المركزي لاكس لو لا هي المخترى برشا هي حديثه على المؤسسات ذات السبغة الربحية في تونس المؤسسات الوطنية الكوبرا كيمة المجمع الكيمياوي وكيمة فوسفات قفسة وغيره اللي كانوا يدخلوا في مدخول للدولة التونسية أصبحوا الآن يقترضوا باش يخلصوا الشهاري هذي يطرح مشكلة زادة للحكومة نفسها اليوم هذي اذا باش نتحطف على هذوما نتحطف عليهم في وسط اللاءات متعاتي حد شغل هكو لا لا للبيع عاملين اه معناها اتفاق انشائي كي موضوع الانشاء على اصلاح سبع مؤسسات عمومية وغيره من غير منهار شفنا الحكومة تدخل فعلا في مصير هذه المؤسسات العمومية وفي اعادة هيكلتها وفي لا سفات سفات البيديجي متاحة تردو اللي هو قالها كتكنيسيان واحدية ضرورة التواجه للسوق العالمي انا اليوم نجي نضم صوتي التارخ نستغرب جدا انه تروا بعض الوفد قدش عنده وطنس شرم اللي يمشاه معانيتها احنا التوانسة وسائل علامة تونسية التوانسة معانيش الحق نعرفو حيث الديمارش ما نعرفش معانيش الحق نعرفو وين وصلنا اللي اسمعنا بي واللي قاعد يجينا من اخبار يقول ثم قلة تثيقة ويقول ثم اشتيرات باش البلاد تتوازن سياسيا وتنخرط فعليا في الاسلحة قبل ما نحكيه والاخبار اللي جي تقول اللي تحصلنا عليه بالكاد وعد باب هيبة بخمسمائة مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية وثم هبطنا لفرنسا الوفد بنفسه هبط لفرنسا طلب مليار ونص ارهو باش قصير القرض قصير المدى باش يواجه به المصاريف العاجلة بمعنى احنا الان في مأزق كبير لحكومة متاعنا ما فهمتنا حد شي اذا باش نستنعوى حتى تفهم مع الحزام وطريقة لاذا وتحط هذا في بلاس وزادة مشكلة كثيرة خليل خليل انا البارح لتقيت صدفة مع هيكل المكي النائب عن حركة الشعب قلت له يا هيكل امانوين وصلتك المقترح العزيز والغالي اللي تقدمت بيه للرئيس قايس عيد انه مجلس امن قومي اقتصادي ومالي واجتماعي حط الملفات هذي وقتها قال لك الرئيس قايس عيد ايش بيه طيب ومحلاها الواعد وعلى قريب قال لي يسقط له شصار قال لي ياشيكي بالحد الساعة ما عنديش الرتور وما عندي حتى موعد وما صار حتى شي افترض انه انا قلت سيهايك المكي اضغطه ضغط حميد ونعم على الرئيس قايس عيد من اجل التجويد اللي انتاعه في ملفات مالية واقتصادية وعلاش لا يعمل بمقترح حزام قايس عيد اللي هو سيطارق مجلس امن قومي مالي على اقتصادي على اجتماعي هذا جاء المقترح من حزام الرئيس قايس عيد احنا عنا ترقيم سيدي على بويبرا وحبت انقول لكم الكل دونك اللجنة المالية اللي بشيكون رئيسها بعد شوية بحثينا هيك الماكي تطلب انه يتم استعجيل النظر في اي طريقة قالت السياسي يتصرفوا رئيس الجمهورية يزموا يتصرف الحديث على هدنة اقتصادية وزير المالية رئيس الحكومة ليميتش قولهم تصرفوا تلموا ألقاوا حلق بل ترقيم سيدي فسيكون خطير جدا ما تستنيش العسل الى اخره راهوا الحكومة هذية الحكومة هذي بكعليها بمشي شيها بالليجانة اللي بشي تعملوا هذي اخوين خانت حاسبوا انا هذي خانيتي قولتها قبلوا عاودها وحي المرضو على سيدة المجد لنو عسلها اي خلي قيس عادي عسلها العسل الوحيد هو تفاهم سياسك بحكومة جديدة فقط الحكومة هذية لن تتقدم خطوة الى الامر ولا يمت بيناتنا اما خلود فما معطيات يلزمها تتقال يبدو فما بشاير يبدو فما بشاير انفراجة في البلاد يبدو انه فما حديث على لقاء قريب يبدو فما حديث على لقاء قريب بين رجل غنوشي وقيس صعيد وارد مش تفتح فيه برشة ملفات عسى انفراجة خليقلكم خبر عاجلة اجي من قناة الجزيرة قوية الاحتلال تقتحموا المسجد الاقصى وتطلقوا قناة بالصوت والرصاص المطاطع على المصليين متوقع المواجهة رجعت ايه؟ متوقع مؤكد على خاطر المنطقة هذيك مرشحة لتطورات كبيرة اللي انا مفاتش فيها المواجهات ما بيه المصوت بديت غادي مش تكمل بديت غاديك بديت غاديك بديت غاديك بيه سيديه نكملوا احلامة نمشيوا الملف اخر الملف هذي ملف التلقيح اللي هو على نفس الخطورة تقريبا مع الازمة الاقتصادية احنا كنا زمعنا زميننا توفيق مجيد في مداخلة ليه مع حمزة في شمس كي نحكي على بعض الكواليس متاع لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس التونسي قيس سعيد والوعود بانه فرنسا بشتعمل كل مجوداتها من اجل التقدم في ملف التلقيح في تونس وانه تسوصل معتها دفعات مهمة متاع التلقيح في الفترة الجاية يقول زميل توفيق مجيد انه مش معتها التلحكية في اقل من شهر معتها تناجم تسير مش بعد شهر وبعد شهرين هذي كلب البارح في صلب المداخلات متاع النواب بحضور وزير الصحة فوز المهدي في مجلس النواب مبرو كرشيد النائب في مجلس النواب يقول الفوز المهدي وزير الصحة انت قائد مهزوم انت عرفت نفسك اليوم بانا قائد لجيش يحارب الكورون وانا نقول لك سيد الوزير انت قائد مهزوم لجيش كان يمكن ان ينتصر انت ميليتار ملزم نصالحك مغلطوش الناس وانا نقول لك علاش ايات هزيم تكوين حتى تعرف ويعرف الناس انت منتصر عندما لا نعرف متى سنلقح بنتي البارح عمر 19 عام في فرنسا تقرأ موجودة بحذاية دخلت قالوا لك نجم تلقح الاسبوع القادم 19 عام عمر احنا نعرف شنو المستقبل فيه اذا كان مش بعض الاعانات والهيبات التي تأتينا من دول اوروبية ولا من غيرها انت منتصر يا سيد الوزير وقت تجيب الاكسيجان من مصر من مصر ومن الجزائر الزعماء كينهزموا قولوا انها زمنا القائد الفاشل ينسحب انتو مش قاعدين تعملوا خطرة تستقبلوا في بعض ترقيح لجيتنا هدايا في المطارات تتنقلوا واحد ياخذ الاكسيجان وطلوا عليها هذي يعملها المواطن العادي يعملها معتمد وعمدة كنا نسمعوا كيف ما قلنا في الناي مبروك رشيد لحقيقة انا حابيت نقول ملاحظة مبروك ياسري بيض في السيسي ما اولا حتى اكسيجان جانا من مصر جانا من الجزائر معناش اكسيجان مصري معناش اكسيجان مصري مصر ومن الاكسيجان المصري حتى معناش هذه يعني النقاشات هذه بش الطول برشا ملاحظين معتها يستنكروا ولا يستغربوا من تخلي متاع اوروبا ولا فرانسا ولا ايطاليا اللي البارحج تساوم على المهجرين ولا غيرهم من تخليهم على الشركة الاستراتيجية اللي هي تونس معناش تاليوم تونس في وضع صحي صعيب في وضع وباقي صعيب وازمة اقتصادية صعيبة مع تخلي نوعا ما متاع الشركاء التقليديين خاصة الاوروبيين عليها في ملف التلقيح رغم ديريتهم بالازمة لحقيقة فوزي المهدي وزير الصحة كان على غاية من برودة الدم يعني مش كان وزير المالية رو دم مبارد حتى وزير الصحة زيدا ينافس وزير المالية في برودة الدم والاعصاب نسمعوش نواجهوا بالنائب مبرو كورشيد سائل برشا باش تتهم الناس بالفشل نحب نوضح اليكم وإلى جميع التونسيين أن الدراسات الاستشرافية اللي تم إجراها الكل كانت قد أشارت إلى احتمال وفاة ما بين 12500 و14000 موطن تونسي وحنا كل وفاة طبعا تحزننا ولهذا سخرنا كل وسائل المتوفرة لدينا وعملنا على كل وجهات باش تكون الخسائر هذه في أدنى مستويات والحمد لله كانت الخسائر صح موجودة متأسفوا إلا أنها كانت أقل من المستويات اللي عننا عليها وهذا طبعا بفضل كل جنود الجيش الأبيض سواء كانوا يعملوا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص واللي متأكد أنه من الصعب لحبات في عزيمهم هم الآن في أشد الحاجة لما عضضت كل الجهات شاكي بكلمة قريت عنوان في جريدة فرنسوية سيت اسمها اليوم عنوان بالكبير اسمه لابارتايد فاكسينال تمييز العنصوري تلقيه نقصى 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 نحكي على العلاقة بين الوربويين والغرب عموما وإفريقيا في الموضوع اللي قاح لازمها مقاعد يا شيكي بر العنوان عجبني يا رسول الله في بيلنا الطريق في إجابة وزير الساحة شنو هو كيفاش جاوب ما نحكيش على كل لغة أنت فاشل وأنت كذانا أنا ما عاشت عجبني بالكل وذي كلي بيش تخلينا ما عاشت نمشيو حتى شي في البلاد لكن لذا بالرسمي ما تتوقع تسمع سياسي هادم بطولك يزبنا اللم الملمور باش نمنعوا ما نجموش كما هكا هما السيد قال لك احنا وظفنا كل الوسائل تلو كانشي عنا كل الوسائل ما وصفا وي عنا وسائل احنا وظفتها إذا كان عنا وسائل لها وطو هكا نعيشهم في السياسة التدخيحية هكا رأي العباد كل مش ملقها شويل وسائل شكرا لكم احنا حشتنا بالوسائل تارق تارق دورو بي في علقة بالهجرة ودوس التلقيح لن نتقدم الخطوة معكم لفرنسيس بكل برود دمك نهار قال لك حتى اللجنة الفرنسية التونسية المشتركة في اخر جوان اخر جوان متاع شوه صاحب نستنى تجيني وزير خارجية وقتها بعد شهر ولا وقتها شكرا لكم بنيت قيس عيد يحكي على شوفتوا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم نرجعوا بعض الأخبار نستقبلوا ضيفنا هيكل المكي